بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسن مكيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا فيوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا بيلة ليتني لم أتقص خلالا قليلا لقد أغلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان قبولا وقال الرسول يا ربي إن كوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوبا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصرا وقال الذين كفروا لولا نذل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لن يسبت منه فؤادك وردت الله ترثيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأغل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب واجعلنا معه أخاه هارون بذيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقوم نوح لما كذبوا الوصلا أغرقناهم واجعلناهم من ناس آية فأعتبنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرسل وقرونا من بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتميرا ولقد آتوا على القرية التي أمترت مترثوا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يوجون نشورا فإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعص الله رسولا إن كاد ليغلنا عن آلهتنا لو لا أن صبرنا عليها فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أغل سبيلا فرأيت من اتخذ إلهه هبا أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أغل سبيلا فلم تر إلى ربك كيف مد الظل فلو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا فهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة واجعل النهار مشورا فهو الذي أرسل الرياح بشرا بين ذي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا نحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابا أكثر الناس إلا كفورا فلو شئنا لبعثنا في كل قرية نظيرا فلا تتعي الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فهو الذي مرد البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاد فاجعل بينهما برذقا وحجرا محجورا فهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وصهرا وكان ربك قبيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يغضون وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا كل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتقض إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده فكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استبع على العصر الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وذاذهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا واجعل فيها سراجا وطمرا منيرا فهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فعباد الرحمن الذين ينشون على الأرض هونا فإذا قاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومخاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يواعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئا لهم أثنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الذور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها فما وعيانا والذين يقولون ربنا أبلنا من أزادنا وجرياتنا قرة أعين وادعنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما كل ما يعبغ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكونوا لزاما قاسين من تلك آيات كتاب المبين لعلك باقي نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فغلت أعناكهم لها قضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أمباء ما كانوا به يستهدون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائتل قوم الظالمين قوم فرعون ألا يتكون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهبا بآياتنا إننا معكم مستمعون فاتجا شرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال لم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمر كثيرين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فصررت منكم لما قفتكم فعبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وثمت نعمة تمنها علي أن عبت بني إسرائيل قال فرعا وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمرون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي يرسل إليكم لمجنون قال رب المشرك والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وندع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملي حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم لسحره فما لا تأمون قالوا أرضه بأخاه وبعسر المباين حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس يلأنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم إذن من المقربين قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم عسيهم وقالوا بعزة شرعهم إنا لنحن الغالبون فألقوا موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفقون فألكي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فسوف تعلمون عقدت عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا غير إنا إلى ربنا منقذبون إنا نتمعه أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين فأوحينا إلى موسى أن أصر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائه هاشرين إن هؤلاء لشرزمة قليلون وإنهم لنا لغائدون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وقلوف ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهلين فأوحينا إلى موسى أن اغرب بعصاك البهر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأذلثنا ثم الآخرين فأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان يكسرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز رحيم واتلع عليه النبأ إبراهيم إذ قال ليبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصراما فنغل لها عاكفين قال هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يورون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباءكم النقدمون فإنهم عدد لي إلا رب العالمين الذي خلقني فو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين فإذا مرضت فو يشفين والذي يهيتني ثم يحين والذي يطمع ويخفر لي ختم يدي يوم الدين رب هب لي حكما وألحكني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة نعيم وخف لي بي إنه كان من الضالين ولا تخذني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب ثليم فأذرفت الجنة للمتقين فضرذت الجحيم للغاوين فقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينفرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا أهم فيها يقتصمون الله إن كنا لفي غلال مبين إذ نسويكم من رب العالمين وما أولنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليهم أبع إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا لأن أؤمن لك واتبعك الأرزلون قال وما علمي مما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير المؤمنين قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشعور ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن رب كلم والعزيز وحوان كذبت عابل المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقواوا هواقعون وما أسألكم عليه من أجر نشري إلا على رب العدين أتبدون بكل ريع آية تعبثون فتتقذون مصارع لعلكم تخرجون عذا بقشتم وقشتم جبارين فاتقواوا هواقعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام ودرين وجنات معنون إني يخاف عليكم عذاب يوم معون قالوا سماء علينا أبعثت أم لم تكن من الواعدين إن هذا إلا قذ كل ولي وما نحن المعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب السمود المرسل قال لهم أخوهم طالح ألا تتكون إني لكم رسول النبي فاتقواوا هواقعون وما أسألكم عليه من أجر إن نشري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات معيون وذروع ونخل طلحها حويم وتنحتون من الجبال بيوتا ثارحين فاتقوا الله باطعون ولا تتيعوا أمر المسكدين الذين يسدون في الأرض ولا يسلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فاعتروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الروحين كذلتكم لوتن المؤسرين إذ قال لهم أخوهم لوتن ألا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله باطعون وما يسألكم عليه من أجر النجي إلا على رب العالمين فتأتون الزكران من العالمين فتذرون ما خلق لكم ربكم من نذوادكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئلا فانسه يعلوت لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أدمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأن ترنا عليه المطر فساء مطر المنبرين إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطلعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخصرين ففنوا بالقصص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعسى في الأرض مستقيم حتى كل ذي خلقتهم من جبلة النورين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت بلا بشر مثلنا وإن غنك لمن الكاذرين فأسكت علينا كثفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي يعلم لما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز روحيم وإنه لتنجيل رب العالمين نزل بك الروح الأمين على قلبك لتكون من الموذرين برسان عربي مبين وإنه لفي ظبر الأوبين فلم يكن لهم ما يتنعي علمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا منه مؤمنون فذلك تلكناه في قلوب المدرمين لا يؤمنون به حتى يرى العذاب الأليم فيأتيهم بغطة وهم لا يشعرون فيقول لهم الأحلى منضرون فبعذابنا يستعدلون أفريت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا لعجون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون لقرأه ما كنا غادون وما تنزلت له الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها الآخر فتكون من المعتدين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفر جناهك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصرك فقل إني بريء مما تعملون وتفكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تكون فتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبغكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل يفاك أثيم يلكون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون لم تر أنهم في كل باب يهينون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما غلموا فسيعلموا الذين ظلموا أنهم قلبيا قدرون طاسمين كآيات القرآن وكتاب المبين هدى وبشرى للؤمنين الذين يقيمون الصلاة يؤتون الذكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة سينا لهم أعمالهم فهم يعمرون أولئك الذين لهم سوء العذابهم في الآخرة هم الأخصرون وإنك لتلقى القرآن من لدى الحكيم العليم إذ قال موسى لأهله إني آنس نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي عن بورك من في النار ومن حولها فسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم فألك عفا فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقل يا موسى لا تقف إني لا يخاف لدي المرسلين إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنه غفور رحيم فأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في كسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا كوما فاسقين فلما جاءت آياتنا مفترة قالوا هذا سحر مبين فاجهدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعدوا فانظوا كيف كان عاكبة المسلمين ولقد آتينا داود وسليمان عليا فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين فبرس سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا من أنطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لو الفضل المبين فحشوا لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يبعون حتى إذا أتوا على بادي النمر قالت نملة يا أيها الناس قلوا مساكنكم دا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعون فتبث مواحقا من قولها وقال ربي أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديها أن أعمل صالحا ترواه ودخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائمين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أهدت بما لم تحتره وجئتك من سبأ لنبأي مقيم إني وجدت برأة تملكهم وأوتيتهم كل شيء ولها عروس عظيم وجدتها وقومها يسكدون للشمس من دون الله وذيل لهم الشيطان أعمالهم فصدهم على السبيل فهم لا يهتدون ألا يسكدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون أو ما تعدلون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت عم كنت من الكاذبين الهب كتاب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يردون قالت يا أيها الملو إني يلقي إلي كتاب خريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي بأتوني مصميم قالت يا أيها الملو أفقوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانغري ماذا تأمرون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدها بدعلوا أعزة أهلها أذلة فكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أمتم بهدية كم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم جنود لا قبل لهم بها ولنخرج أنهم منها أذلة وهم صاغون قال يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرش قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريكم من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقبي يأتوني قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك ترطى فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فوض ربي يبلغني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر بنفسه ومن كفر فإن ربي ولي كريم قال لكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتنون فلما جاءت إلا أهاك العرشه قالت كأنه هو أوتين العلعين قبلها وكنا مسلمين أصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين كيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجدا وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرد من قبارين قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربي العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخراهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترهمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهد يصدون في الأرض ولا يصدهون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنكونن لوليه ما شهجنا مهلك أهله وإننا نصدقون ومكروا مقرا ومكرنا مقرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عكبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خابية لما ظلمون إن في ذلك لآية لقومهم يعلمون فأنجينا الذين آمنوا وكانوا يفتقون فلوت النفق على القوم هي تأتون الفاحشة وأنتم تبطرون أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوت من مقرجتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليه المطر فساء مطر المنزرين كل الحمد لله وسلام على عباده الذين استفى ها الله خير أم ما يشركون اللهم نبضون سلام عليكم علاكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة